صادمة تكشف عن مجاعة تهدد الاهالي في محافظة الحديدة اليمنية التي تمتد على الساحل الغربي المطل على البحر الاحمر جراء الحصار الخانق التي تفرضه ميليشيات الحوثي المخلوع الصالح تشهد المدينة والعديد من البناطق وضعا انسانيا وصفه الكثير بالكارثي في ظل عدم الخدمات الاساسية والصحية اشارت العديد من التقارير الى ان الحصار الذي يفرضه الانقلابيون ادى الى حدوث وفيات بين الاطفال والنساء في ظل انقطاع الكهرباء واصبح شبح الموت يحاصر الاطفال بسبب سوء التغذية الحاد في ظل فقر مدقع يعيشه اغلب السكان اكشفت العديد من الاحصاءات بوجود واحد من ثلاثة اطفال يمنيين دون سن الخامسة اي ما يقارب من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويتواجدون ضمن عدد من المدن التي يحاصرها الانقلابيون ويمرون بمرحلة الطوارئ الغذائية بما في ذلك مدينة تعز المحاصرة والحديد الفقيرة التي اعلنت انها مدينة منكوبة واشارت التحذيرات التي اعلنت مؤخرا ان نسبة الفقر في اليمن تجاوزت 85% من السكان الذين يتجاوزوا عددهم 25 مليون نسمة بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على اليمنيين عبدالفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني اشتركوا في القناة